اشتركوا في القناة ويصلوا إلى 250 فرصة عمل للمواطنين البحرينيين في إطار تعزيز المساهمات الاقتصادية المحلية وتتماشى هذه المبادرة مع هداف البرنامج الوطني للتوظيف كما وتعزز هذه المبادرة موقع البحرين حيث يمكن للمؤسسات المحلية والعالمية أن تدعم المملكة والدول المجاورة والعمل عن كثب مع مراكز أخرى تابعة لشركة PWC الشرق الأوسط في المنطقة أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا تحقيقها إنجازا مرحليا هاما على صعير التشغيل التجاري لمشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة وذلك من خلال تحقيق أول إشعال للتوربين الغازي من طراز M701JAC التابع لشركة متسوبيشي باور ويعتبر هذا الإنجاز المرحلي خطوة هامة على طريق استكمال المشروع بحسب الجدول الزمني في الربع الرابع من العام 2024 من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألبا السيد خالد الرميحي أن هذا الإنجاز يمثل بدء الأنشطة التشغيلية لمجمع الطاقة الرابع الذي سوف يرسع عند استكماله معايير جديدة للاستدامة والكفاءة في إنتاج الطاقة على مستوى صناعة لالمنيوم أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن أكثر من عشرين دولة بالاتحاد الأوروبي سجلت عجزا في موازناتها خلال عام 2023 وبالإضافة إلى قبرص والدنمارك وإيرلندا والبرتغال أنفقت 23 دولة أوروبية أموالا أكثر مما تلقتها وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز بلغت 7.14% تليها المجر بـ 6.17% ومن ثم رومانيا 6.16% هذا وأظهرت بيانات يوروستات أن 11 دولة عضوة في الاتحاد تجاوز عجزها المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي مما يشير إلى أنها انتهكت حدود الاتحاد الأوروبي المسموح به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر